دي اناي مساء الخير نهاية أسبوع ساخنة وملئة بالتوتر والترقب بعد إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكي يوم الخميس أعقب قرار أمريكي بتجميد ضربة عسكرية ضد إيران كانت مقررة ردا على إسقاط الطيارة ما حصل هو التطور الميداني الأهم بالمواجهة الأمريكية الإيرانية منذ خروج ترامب من الاتفاق النووي منذ أكثر من سنة طبعا حسين منه صوتي قوي يعني مش عابض زي كل مرة هيك ومتشائل لا هذا الانتصار التاريخي والاستراتيجي بكل المعايير يعني هذا يوم غير عادل هذا يعني يوم تاريخي يوم محوري مفصل تاريخي وستراتيجي يعني قبل هذا الانتصار ليس كما بعده يوم يوم تاريخي من نتائجه إنه عبد الباري عطوان مش عابس بس مان كان فيك تعمل بوتوكس ما بدها لأدي يعني العالم كله وقف على صوص ونقطة عتبلش الحرب عمول بوتوكس خيش بدها أبو الصوص مش مهضومة منه عطرف خيش عطرف صقطوا الطيارة الجماعة يوم تاريخي وانتصار تاريخي وما قبله ليس كما بعده بس هول جديد أو كانوا نأدمين هول اسقاط الطائرة الإسرائيلية الصهيونية هذا الحدث ملأ الدنيا وشغل الناس صحيح تطور ملحوظ ولافت وكبير يوم العاشر من شباط فبراير هو يوم تاريخي كبسة الزر السورية التي قلبت المعادلات هذا الحدث يعتبر زلزاليا لن يكون بعد ما بعد العاشر من شباط كما كان قبل العاشر من شباط لحظة خيه كم انتصار تاريخي بيعملوا الشباب بالتنكة وقت الطيارة الإسرائيلية انتصار تاريخي ولا انتصار تاريخي طب خلوا شويلة بعدين إذا هايدي انتصارات تاريخية شو بتقولوا بعدين إذا صار عن جدش انتصار تاريخي كبير شو بنسميه وقتا جغرافي وشو هايدي قصة ما قبله ليس كما بعده ليك ما قبله كان أحسن يعني قلين خبرك ما قبله كان في عقوبات ما بعده في عقوبات أشد ثم يا أخي بدك تمدح إيران حقك حقك بس ما في ضرورة تبهدل سوريا بالطريق هم اعتقدوا بأنه يعني اللي بيحصل في إيران نفس اللي بيحصل في سوريا بمعنى أن تروح الطيارات الإسرائيلية تقصف أهداف إيرانية والإيرانيين يعني يمتصوا الضربة ويسكتوا لا هاي مختلفة الأولويات مختلفة انتهانا بتخترق سيادة دولة وبسوريا ما في سيادة دولة تم اختراقها أو ما في دولة من الأساس يعني منشان تمدح إيران لازم تقول سوريا مزرعة طب إيران ما ردت بسوريا على القصف اللي اتعرضت له فهمنا بس كمان سوريا ما ردت يعني إيران سيادتها عزيزة وسوريا لا يا خي مدحوا إيران صحتان على قلبكم من دون ما تبهد له سوريا أو تبهد له حالكم أمريكا في خانة المربك وفي خانة الضعف وكأنه ناقص بعد أنه أمريكا تقول أنه نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين آه سو هذه العبارة دكتور حبيب هي دليل ضعف وارتباك؟ الرد في الزمان والمكان المناسبين هي تعبير عن ضعف وارتباك؟ من أمتين؟ الشهيد سمير القنطار واحد مننا وقد قتله الإسرائيلي يقينا ومن حقنا أن نرد على اغتياله في المكان والزمان وبالطريقة التي نراها مناسبة أخذ على القيادة في سوريا وعلى الدولة السورية الرد الضعيف يعني كان كل يترقب الرد السوري كان في تصريح للحكومة السورية نحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين فكرة أنه نحتفظ بحق الرد أنه الروس على عشرة نصر ويحتفظوا بحق الرد في مين أعلى؟ اعترف حزب الله في بيان بقيام إسرائيل بضرب موقعا له عند الحدود اللبنانية السورية ولفت في الوقت عينه إلى أن المقاومة سترد وستختار الزمان والمكان المناسبين والوسيلة المناسبة لهذه الغاية حبيب حبيب فيك تمدح إيران من دون اعتراف متأخر بالهزيمة والضعف والارتباك بسوريا إذا هي العبارة هي مدعاة للسخرية فمحور المقاومة أبدع باستخدامها بسوريا وبرات سوريا يعني كأنك دكتور عم تتمسخر على حالك بمفعول رجعي ولو بس عن جد أبو السوس من دون نكدها لا خلص ليه هالأد مبسوطين بإسقاط طيارة استطلاع أمريكي صاروخ إيراني أو صواريخ إيرانية أسقطت طائرة آريكيو أربعة الأمريكية التي كلفتها 200 مليون دولار الثمنها الغالي جدا يعني المرتفع جدا أكثر يقال أنه أكثر ربما أو حوالي 2 مليون دولار عندما انتجت أول مرة عام 2011 كانت قيمتها 210 مليون دولار صارة كبيرة كبيرة فادحة بالمقابل مثلا ممكن تبيع إيران الطيارة بسوق الكسر لأن عندها أجزاء منها ولكن هي بحاجة بيعة صراحة 200 مليون دولار يعني كيف ما كان بتجيب لها 20 مليون إذا 10% من حقها بتجيب 20 مليون المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك قدر خسائر إيران النفطية بعشرة مليارات دولار على وقع هذه العقوبات تلك العقوبات أخرجت من السوق نحو مليون وخمسمائة ألف برميل من صادرات النفط الإيرانية منذ مايو الماضي مما أدى إلى خسارة طهران نحو 30 مليون دولار وذلك يوميا اللي خسران عشرة مليار دولار وبعد رح يخسر مبسوط بطيارة سقطة حقها 200 مليون دولار يعني كيف بمعيار الكلفة كيف بمعيار الكلفة لازم إيران تسقط خمس طيارات بس لتحقيق التعادل هذا إذا ما حسبنا أنه الميتين مليون دولار بالنسبة لأمريكا ماشي قدام العشرة مليار دولار بالنسبة لإيران إذا بدك تقارين يعني ثروة أمريكا بثروة إيران اقتصاد أمريكا باقتصاد إيران البيتين مليون دولار حق علكة بس بإيران لا يعني بس كمان خلينا أبو السوس معلش أنا شافك لوين رايح بس خلينا كمان نعترف أنه الإيرانيين قدموا درس بهذا اللي صار الموضوع مش كل شيء مصاري مش كل شيء صراحة يعني فيه درس كبير من وراء ما حصل يجب أن نرى بمن سيحارب يعني ترامب إن حصلت الحد مع إيران فهو بيواجه الشعب متكاتف مع قيادته وعنده القناعة بالدفاع عن نفسه وعن سيادته وهو سيحارب بمن سيحارب ببعض الدول الخليجية وسيحارب بإسرائيل وسيحارب بالاتحاد الأوروبي وهم كلهم منظومات سياسية وعسكرية واجتماعية تعاني من إحطاط لمسيلة له لحظة ما مفهمت هيدرو على أساس الخليجيين بتحارب عنهم أمريكا أمتد انقلبت المعادلة وقصار الخليجيين هن بيحاربوا عن أمريكا يعني كيف هي؟ بعدين أنت أكيد أنه إيران هي التي ستحارب؟ وذكروا هنا أن حزب الله في لبناء أعلن رسبيا على لسان أمينه العام أنه جائز القتال إذا هجم الأمريكيون إيران وكذلك الحال الحجر الشعبي في الإيران يراحزي مثلا حتى اليوم إطلاق صاروخ على منطقة الخضراء في بغداد أمس إطلقوا ما يشفى القذيفة على منطقة فيها موقع أمريكي وذلك الحال بالنسبة لأنصار الله في اليمن يطلقوا لطائرات مسيرة وصوريخ على أهداف نفطية واقتصادية وعسكرية داخل السعودية وكل هذا المدى هو تحالف إيران في المنطقة لذلك حرب أمريكا مع إيران ليست حرب أمريكية إيرانية فقط لا أولو لا أولو اللي بيصقق الطيارات بيعوز حزب الله والحجد الشعبي لا اللي حصل اليوم الخميس ما في شك من انتصار معنوي وأعلامي كبير لإيران بس حجم الاحتفالات بسقوط طيارة استطلاع ما ترك شيء للاحتفالات بسقوط أمريكا يعني لما تسقط أمريكا شو من نعمل أبو الصوص رح تسقط يعني فرطت أمريكا ضبط خلينا نفل يلا باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر